اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عضوان مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية عضوان نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل عضوان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة عضوان رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عضوان مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل عضوان مدير إدارة السياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم عضوا ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة عضوا وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة